التدريب التاسع أعيد ترتيب الجمل شفويا لأكون فقرة طم سنبدأ به ذهبت ريم إلى المدرسة ماذا فعلت؟ أحسن طم ثم قرأت مؤفي الإذاعة المدرسية موضوعا عن ماذا كان يتحدث الموضوع؟ أحسن طم يتحدث عن يوم الاستقلال بعد ذلك صفقت لها الطالبات أكمل على نمط المثال ثم أنفض هيا يا أبطال لنكمل معا نقول الأول بعده ماذا نقول؟ أحسن طم الثاني وبعده الثالث بعد الثالث ماذا نقول؟ الرابع أحسن طم الخامس أكتب أضع الشدة فوق الحرف الملون في كل كلمة ثم ألفض بنقرأ الكلمات حمالة قاطعت نجح وصلت الآن الآن نريد أن نضع الشدة أنظر وضعت الشدة على الحروف الملونة والآن سنقرأ الكلمات بالشد على الحرف وقراءته مرتان حمالة قطعت نجح نجح وصلت أحسن طم الآن استخرج من درس القراءة أربع كلمات تحتوي على شدة نذهب إلى درس يوم الاستقلال ونستخرج أربع كلمات تحتوي على شدة وأيضا نريد أن نستخرج كلمة فيها لام شمسية وكلمة فيها لام قمرية قم بحله لوحدك يا بطال والآن أكتب بخط جميل قم بنقل الكلمات وكتابتها بخط جميل والتزم بالسطر الإملاء المنظور علينا أن نتدرب على كتابة هذه الكلمات جيدا وننتبه إلى كتابة اللام القمرية والحرف المشدد واللام الشمسية هنا لدينا نشيد جميل بعنوان بلاد العرب علينا أن نحفظ هذا النشيد جيدا سأقرأ النشيد بلاد العرب بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدناني احفظ النشيد جيدا يا بطال نشاط أقرأ الجملة وأكتشف الكلمة المطلوبة بعد إضافة الحرف الناقص ثم أكتب الكلمة يدافع عن أرض الوطني من هو الذي يدافع عن أرض الوطني؟ ما اسمه؟ ما هو الحرف الناقص؟ أحسنتم حرف النون جنديا سنكتب الكلمة اقفز الجندي بها من الطائرة ما هي؟ ما هو الحرف الناقص؟ مي لا ما هو الحرف؟ أحسنتم حرف الضاد مي ضلة مكان تقلع الطائرات منه وتهبط فيه ما اسم هذا المكان؟ لدينا حرف الميم والألف والراء مكان توجد فيه الطائرات أحسنتم إنه المطار وأخيرا يقود الطائرة ما اسم الذي يقود الطائرة؟ ما اسمه؟ هيا طي أحسنتم طيار اسمه طيار الآن في أي عام حصل الأردن على استقلاله؟ أريد منكم أن تبحثوا عن الإجابة وأيضا أن ترسموا رسمة تعبرون فيها عن فرحكم بيوم الاستقلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر